في عام 479 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قامت معركة كبيرة على أرض إسبانيا هذه المعركة الكبيرة كان قائدها من ناحية يوسف ابن تاشفين رحمه الله تعالى ملك المغرب وكان قائدها من الناحية الثانية الفنسو ملك قشتالة هذه المعركة الشديدة كان النصر فيها حليفا للمسلمين والذي جاء بيوسف ابن تاشفين رحمه الله تعالى وكان يعرف بأمير المسلمين وقد كون دولة كبيرة في المغرب سميت بدولة المرابطين وكان هو ثاني حاكم لهذه الدولة استعان به ملوك الطوائف الذين كتفرقوا واختلفوا في بلاد الأندلس فقد تقسمت الأندلس من بعد وحدتهم وبعد أن كانوا دولة واحدة وبعد أن كانوا أقوى دولة في أوروبا تقسموا واختلفوا وأصبحوا ملوكا وطوائف فهذا يستعين على ذاك وذاك يستعين على هذا هذا يستعين بيوسف ابن تاشفين وهذا يستعين بالصليبيين وتفرق أمرهم وضعفت قوتهم حتى فرض عليهم الفرنسيون الجزية وحتى فرض عليهم الصليبيون الجزية كانوا يؤدونها إليهم فلما ضعف أمرهم طمع فيهم الصليبيون طمعا كبيرا وتراسلوا مع يوسف ابن تاشفين حتى ينقذهم من ذلك الوضع فجاء رحمه الله تعالى إلى بلاد الأندلس وكانت معركة شديدة بينه وبين الفنسو هذا انتصر فيها يوسف ابن تاشفين انتصارا كبيرا عليهم وسميت المعركة باسم الزلاقة قيل لكثرة ما أريق فيها من دماء الأعداء ورجع يوسف ابن تاشفين رحمه الله تعالى إلى المغرب مرة أخرى بعد أن لقن الفرنجة درسا لن ينسوا وبعد أن أرجعهم إلى حدودهم مرة أخرى بعد أن كانوا قد استولوا على كثير من المدن الإسلامية والممالك الإسلامية لكنه عاد إلى المغرب العربي إلى حين فلما وجد يوسف ابن تاشفين رحمه الله تعالى ألا فائدة من هؤلاء وأنهم لا يزالون متفرقين جاء بعد ذلك وقضى على هذه الممالك وعلى هذه الدول المتفرقة وقضى على هؤلاء الأمراء الذين يعملون على إضعاف دولة الإسلام هناك في الأندلس التي كانت من أعظم الدول التي قامت في أوروبا فقضى على كل هؤلاء وضم الأندلس لحكم المرابطين في المغرب العربي فرحم الله يوسف ابن تاشفين رحمة واسعة